سلام عليكم ومرحبا بكم اخوتي في فيديو جديد نتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب الجميع انقدم لكم باذن الله وصفة ساهلة وغير من مكوين كانت حصلوا على عسل ما شاء الله ولا اروح كي يجي تقيل كيفما كتشعدوا معايا وكي يجي الخيوط دياله ما كتقطعوش هذا دليل على انه ناجح مية في المية وكيل سقف جميع المعسلات وصالح لجميع المعسلات كيف مما كانت نتمنى الوصفة دليوم تكون خفيفة على قلبكم وتعجبكم وخليكم معايا باذن الله باش تشوفوا طريقة تحضير ونبدأ لبركة الله بالنسبة للمكونات صرحة اسهل منهم راح ما كايش غير بجوج مكونات كانت حصلوا على عسل ما شاء الله تقيل وخاتر كي يجي صالح لجميع المعسلات كيفما كانت بالنسبة للمكونات انا عندي القياس بديال زلافة 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 عملتها مكبيرة مصغيرة متوسطة بنفس العبار كن عبرو حتى الماء المهم بالنسبة للمكونات عندي خمسة زلايف متوسطين كنعمل السكر حبيبات ومن بعد كنضيف بنفس القياس ديال زلافة خمسة زلايف ديال الماء يعني نفس العبار ديال زلافة اللي غادي نعبرو بها السكر كنعبرو بها الماء يعني طريقة سهلة وبلما تحتاجوا الميزان او بلا ما تحتاجوا شي حاجا كيفما كانت عندكم يعني زلافة يا صغيرة يا كبيرة يا متوسطة كل ما عملتوا زلافة كبيرة يعني كانت كبيرة في الحجم كل ما جاكم العسل يعني زايد يعني كي يجيكم بكثرة بالنسبة للعبرم اللي عملنا السكر وعملنا الماء ضيفت لها جوج دوائر ديال الحامض وحد قطع ديال القرفة وبالنسبة للقرنفل هنخليوه من بعد إن شاء الله حتى كنتحصلوا على العسل حتى كيوجدنا العسل هنا كيفما كتشوفوا معي أخوتي خليتوا على نار مهيلة حتى دبلي السكر من بعد ما كيدو بلي على تشكل هذا كنتحصلوا على لون ما شاء الله هذا اللون دهبي أنا حاولت نقربوا لكم على هات الشكل هذا كيجي هذا اللون هذا ضروري حتى تتحصلوا على هات اللون هذا عاد كتشدوا على الكوكوت عاد تقدروا تشدوا على التنجرة مهم ضروري تحصلوا على هات اللون هذا كنشدوا على التنجرة من بعد وكنخليوها المدة ديال خمسة واربعين دقيقة ومن بعد ما طبطنا العسل ودازت خمسة واربعين دقيقة كنضيف جوج حباس ديال القرنفل وكنخليه على نار مهيلة المدة ديال عشرين دقيقة يعني من بعد ما دازت خمسة واربعين دقيقة كنزيد نخليه المدة ديال عشرين دقيقة على نار مهيلة حتى كيبدا يعملنا الرغوة شوية بشوية هنا يحاولت نبدل تنجرة باش نحاول نبين لكم عن قرب بالنسبة للرغوة اللي كتطلق العسل في حالها تشكل هدا وكنتحصلوا على لون ما شاء الله هنا بقي خصوة واحد شوية باش يزيد ينضج يعني باش نتحصلوا على العسل احسن واحسن بالنسبة الحامض باش تعرفوا العسل بدا يوجد لكم كتحصلوا على اللون الحامض مبدل في مرة على هاد اللون هادا اللي حاوت نقرب لكم ضروري ما الحامض كيتبدلوا اللون ديالو هنا هاتو ما كتشوف اخوتي بالنسبة الرغوة رابدتك تطلعنا يعني العسل السافرها وجدد وخاك تشوفوا معايا هنا يعن قرب بالنسبة العسل راه يعني خفيف ولكن راه ملك يبرد اخوتي يعني ذا خليته لي لكم لحت لغدا راه كتحصلوا على عسل تقيل ما شاء الله كل ما خليته برد يعني كل ما برد وكان برد مزيان كانت تحصلوا على عسل ما شاء الله تقيل كيف ما كتشاهدوا معايا هنا يعن قرب تيجي عسل خاطر وصالح لجميع المعسلات كيف ما كانت حضرتوها في بيتكم كانت تصلح لكم على الطريقة ديال العسل كيف ما تابعتوني في الفيديو طريقة سهلة وبمكونين غير بالماء والسكر تحصلنا على عسل ما شاء الله ولا ارواع نتمنى اخوتي طريقتي الخاصة تعجبكم وتنال اعجاب الجميع بالاخص المبتدئات اللي دائما والمبتدئين اللي دائما كي يحاولوا يحضروا العسل وما كي نجح لومشي او لا كي ما كي يزدق لومشي يعني كيف حالات الشكل هذا نتمنى طريقتي تكون سهلة عليكم وان شاء الله تحضروا في بيتكم ويزدق لكم كيف ما حبيتوا بإذن الله اخواني اخوتي ومتابعي الكرام نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يكون خفيف على قلوكم وانطلقوا ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله في امان الله امان الله امان الله امان الله امان الله